شهر رمضان المبارك من بطل المسلسل الذي يقدم في رمضان وتابع العديد من الأعمال المهمة التي قدمت في شهر رمضان المبارك وأيضا تكون المنافسة على الصعيد العربي حتى يكون هناك في نهاية هذا الشهر هو حصاد للجوائز وما يقدم في البلدان العربية وترتيب الأعمال من الأول إلى الأخير وفي الحقيقة والمحصلة النهاية الحراك الثقافي والفني في هذا الشهر المبارك يكون هو محصلة الإنسان وأيضا المنافسة تكون جميلة وأيضا العوائل ومتابعين من خلال شاشاتنا العربية يستمتع بأجواء كبيرة من الأعمال نلاحظ هناك كتاب ناص بالإضافة إلى ظهور العديد من الشباب الممثلين والمبدعين على الدراما العربية في بلداننا العربية وهذه هي جماليات شهر رمضان المبارك على الصعيد النتاجات الفنية بتكلم عن رمضان عشرين اتنين وعشرين وإحنا خلاص هنقترب على رمضان عشرين تلاتة وعشرين الحقيقة في بيت للكل كنا حرسين كمان أن احنا نتابع كل الدراما بتنوعها المختلفة ونجومها والنجاح اللي بتحققوا الدراما واللي بيبقى موجود مش بس في مصر حتى لو كانت الدراما مصرية لكن بيبقى له متابعين من دولنا العربية الحقيقة احنا في بيت للكل كمان كنا مع نجوم هذا العام وقدرنا ان احنا نلتقي بيهم أو يعني نلقي الدوء عليهم ونشوف نجحتهم تعالوا نتابع مع بعض هذا التقرير واللي حققوا فيه النجوم نجح كبير فيما يتعلق بالدراما عنا بفلسطين ينقصها الكثير 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 اولا لوضعنا الفلسطيني الاستثنائي احنا نعتبر الدراما مقاومة او جزء من المقاومة طبعا للأسف الشديد لا يوجد لدينا شركات انتاج اي عمل درامي يجب ان يكون هناك شركة انتاج او راعي من اجل خلق وصناعة هذا العمل فبالتالي نحن نفتقر لشركات انتاج نفتقر لممولين ضمن هذا الاطار هناك معاوقات كثيرة ومعاوقات اخرى لكن نحاول يعني بجهود الشباب اللي مثل بشار طموحين ان نتجاوز كل هذه المعاوقات من اجل خلق دراما فلسطينية تنافس على المستوى العربي لربما هاي النقطة مهمة جدا للحديث عنها وهي موضوع الحكاية الفلسطينية بشار لما متحدثت عنها بشكل عام وانت كتبت واخرجت المسلسلات الفلسطينية ايش اكتر النقاط اللي ركزت عليها خلال التصوير واش الهدف كان من هاي الاعمال انا بحس الناس بتميل للاشي الكلاسيك القديم تراث الفلسطيني عندنا غني جدا سواء القروي في الريف او المديني يعني تحس فيها ومترابطات ببعض بطريقة غريبة جدا يعني جديد بنكتب في اشي عن مدينة نابلس قبل حوالي مئة سنة فيها ترابط بينها بين القرية رائع حتى بالتفاصيل الحياة سواء بالملابس او بالاكسسورات البيوت بالفرش وما الاخرين شنو رأيك الفكرة بين البرنامج ينعرض بأربع شاشات بصر والأردن وفلسطين والعراق فكرة من أرواح ما يكون وهي هذه العرب احنا وطن واحد ما اكو حواجز ما اكو كذا ايضا بالإعلام خلي يكون إعلام مفتوح ونسلط الضوء على كل الحالات الفنية الانسانية الوطنية قالت لي يكون أكثر من أربع دول ان شاء الله يتطور ايتي الموضوع 250 مليون مشاهدة خلال الأسابيع الأولى لبنات صالح شنو يعني لك هذا الرقم والله يعني للكثير وأيضا يعني بعيدا عن المشاهدات أيضا المسلسل شكل حضور مهم في وجدان المشاهد العراقي والشارع العراقي وأيضا العربي كثير من الدول العربية تابعوا المسلسل وتعاطفوا معها وشافوا فيسعدنا أن يتجاوز 250 مليون مشاهدة وأعتقد هذا لما يحدث مع أي مسلسل طبعا أول مرسر عدنا عربي أو عراقي سعيد جدا بهذا ونسمعنا هناك آراء عربية بمتابعة ومشاهدة ومسلسل بنات صالح باقي الدول العربية نعم نفس التأثير اللي صار بالشارع العراقي والعوالي العراقية نعم نتحدث عن هذا المسلسل حتى الآن هناك عدد من الحلقات عرضت يعني أنت للتنبيه أنت مخرج هذا العمل المشراف ما هي ردات الأفعال بشكل عام والله شوف صدى المسلسل أنا سعيد فيه يعني سواء كان نقد بناء أو نقد إيجابي أو نقد سلبي لأنه أنا وجهة نظري أنه دائما العمل الدرامي الذي لا يثير الجدل لا داعي له يعني إذا عملك ما أثار الجدل فأنت قدمت مادة عدت على المشاهد خلال 40 دقيقة أو 45 دقيقة أو ساعة ومرت مرور الكرام لكن مدام أثار الجدل وعمل مجموعة ردود متنوعة فأنت يمكن وصلت لحالة خلقت حالة جدلية على هذا العمل واللي متأمل من خلال المشراف أنه نجحنا في الوصول إلىها جاي متحفزة لك جدا ليه؟ لا يعني من كتر ما أتفرج عليك كل يوم أولا أنت في رمضان 2022 بتقدم شخصيتين مختلفين على معد تماما فكلمني عن فتن أمل حربي وعن دايما عامر ده فعلا الشخصيتين شكيب ومستر شكيب الإسكندران المحامي أيوة فتن أمل حربي وفايز مدرس الرياضة دايما عامر هم شخصيتين مختلفتين عموما الشخصية الأولانية فايز مدرس الرياضة أنا أقول مرة أعمل مدرس الرياضة في حياة الفرنية عموما بس لما الدورة تعرض علي هتش هترف الرياضة؟ لا حسيتها معرفة لي جدوة لتضرب وشكرا ساحبة قوي فالشخصية مختلفة تماما لما جيت أريس الشخصية في المسلسل لاتَ أنّ هي مستوزة فننة أنت تعمليها فعلا إزاي تقدمي جددرس الرياضة اللي موجود دلوقتي اللي ممكن يطلع منه كوميدي بس بطريق دلوقتي مش الجليش اي لا هو القديم